دراسة الأحلاث تناولت هيكلة وتمويل وآليات الإنفاق لدى الإخوان المسلمين أحد استنتاجاتي هو أن التنظيم يستخدم نفس الأسلوب أياً كان مكان نشاطه سواء في دولة عربية أو دولة المنشأ مثل مصر أو في أي دولة غربية مثل المملكة المتحدة أو أي جزء آخر من العالم مثل جنوب شرق آسيا في مرحلة أولى وبصفة أساسية يعتمدون على الروابط الأسرية ثم الآديولوجية فالثقافية مع سلطة مطلقة لرأس الهيكل تمنحه التدخل كيفما شاء وسط قيادة مهيكلة توجه الأعضاء تتشكل عادة من خمسة مقربين جزء من أعمالها مركزي وجزء آخر لا مركزي تحت إشراف المرشد الأعلى الذي يوجه الأعضاء الذين يختارهم بنفسه للإشراف على عمليات الحصول على الأموال وإنفاقها كما أن الإنفاق يتم عادة بعلم المرشد الأعلى مهما كانت الظروف ما يضمن الولاء للتنظيم ويعد ذلك المنصب رمز وحدتها التي لا ينبغي الاستهانة بها في كل الظروف والأوقات ويتم كل ذلك ضمن إطار يصعب تعقب الأموال من قبل سلطات إنفاذ القانون غير أنه مع مرور الزمن وتوسع نشاط الإخوان المسلمين عبر مختلف أنحاء العالم والانتقال من مصر إلى اسطنبول ولندن تعين عليها توسيع هيكلتها وفتحها على شخصيات من الثقات ولكن من البعيدة من حيث القرابة العائلية ولكن ذات الولاء المطلق والبراجماتية التي لا يرقى إليها أدنى شك ترجمة نانسي قنقر شكرا